السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي انه في حال اصرار الحكومة والبنك المركزي على قرار رفع سعر الدولار فستنباشر باجراء سحب الصلاحيات من غير المؤهلين فقال الخالدي في بيان اذا اعترفت الحكومة في اكثر من مناسبة بالاضرار والتأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ومن اهم هذه الاضرار هي اولا تقرير جهاز الامن المركزي للحصاء التابع لوزارة التخطيط والذي اقر بزيادة معدلات التضخم السنوي بشكل مستمر منذ شهر تشرين الثاني لسنة 2020 ولغاية شباط 2021 من قرابة الـ 5% ما يعني تواصل الزيادة في اسعار السلع الاستهلاكية داخل الاسواق المحلية العراقية اثنين تم اضافة فقرة الموازنة تضمن التخصيص تعويضات للمقاولين المتضررين من قرار سعر الصرف للدولار بنحو 500 مليار دينار اي ما يعد اعترافا واضحا بوجود اضرار للقرار فتوجه الحكومة لتعويض المقاولين وتهمل الفلاحين من العراقيين والذين يعيشون تحت خط الفقر ثلاثة تأكيد وزارة التخطيط على ارتفاع معدلات الفقر الى نحو 25% ما يعني وجود نحو 10 ملايين مواطن فقير داخل البلاد لاسيما في المحافظات الوسط والجنوب اربعة تحذيرات المفوضية العليا لحقوق الانسان من استمرار زيادة اسعار المواد الغدائية وارتفاع نسبة الفقر ودعوة الحكومة لعادة حالة الطوارئ الانسانية وبين انه رغم هذه الاعترافات وتهديات تستمر الحكومة مدعومة بعض القوى السياسية بالاسرار على هذا القرار رغم سلبياته ومخاطره فضلا عن انتفاء كافة المبرارات الحكومية المطروحة لاتخاذه وهو امر مستغرب بعد الحملة الشعبية التي اطلقها المواطنون لالغاء القرار وهدد انه في حال استمرار الحكومة والبنك المركزي بالاسرار على هذا القرار فسنباشر بحملة برلمانية لتعديل قوانين البنك المركزي ووزارة المالية وسحب هذه الصلاحيات من غير المؤهلين